والله إحنا مع هيئة الأرصاد بالتوقعات المتوقعين للأمطار ليلة الأحد يعني إحنا من نبالح رفعين الحالة في المحافظة بالكامل كل الأجهزة السمتازية في المحافظة يعني مستنفرة في قياس فعال وزير المحافظ والسادة النواب والسكترين المساعد وكل الشركات المرافق أشارنا كل السيارات والمعدات اللي تعمل مع الأمطار أكثر من 180 سيارة ومعدة منتشرين من أمس صباح عامش بدأت الأمطار حوالي الساعة 11 ونص متاء مليت الأحد يعني واستمرت لعندي يمكن الساعة 4 ونص خمسة الفاجر النهاردة متوسطة وغزيرة على معظم نحاء المحافظة والحمد لله تم التعامل مع كل الأمطار للنسبة وكرر الثاني بعد الفاجر برضو أمطار متوسطة وخفيفة على بعض المحافظة دلوقتي حاليا نحن يعني برضو فيه أمطار خفيفة في بعض نحاء المحافظة إيه الأماكن اللي كان فيها يعني تراكم للمياه الأمطار وتم التعامل معها فوريا والله حقيقي أنا عايز لأكد بس أن في بعض الأماكن زي طريق السحراء والطريق الساحلي هم دول يعني غاليما ما فيش فيهم خدمة صرف الصحي نعم حنا سياراتنا موجودة هناك ونيرفع المياه أول باول يعني نجمع بعض المياه وترفع تعرفون الحمد لله بدون أي عقل مررية أو تأثير على الحال مررية في المحافظة هل بيتم التنصيق بين حضراتكم على الهيئة العامة للأرصاد الجوية علشان يكون في حالة استعداد دائم ومستمرة لمواجهة الأمطار تأكيد والله يا أستاذينا طبعا الهيئة الأرصاد مشكورة مكلفة لميلة فضل الدكتورة إيمان شاكر معانا على طول على مدار الساعة حتى يبقى فيه توقعات بسحب توقعات برياح توقعات بتأثيرات مناخية تبعتها على طول تبلغنا بها قبل الحدث يعني فكل التحية والتأديل لحضراتكم يعني هل فيه خط ساخن حضراتكم بتستخدموه أو الناس ممكن تقدم شكاوة لو فيه شوارع أو طرق معينة حواليهم فيها تركمات للمياه أكيد يا فادينا احنا عندنا خط ساخن لسيكة صحيحة السكندرية وصرف القيارة فيها نفس الرقم 175 بقى شركات الماء على مستوى الجمهورية 125 يعني صرف الصحيح القيارة والسكندرية 185 كل شركات الماء على مستوى الجمهورية 125 الحاجة الثانية للمحافظة الكندرية هنا كل الأجهزة التنفيذية مربوطة مع بعضها بجازة تلكي حسنا بلاد حتى وصل للنجدة وصل للمحافظة وصل لأي جهة تنفيذية يبلغ الجهات الأخرى متعامل على طول مع الحدث اللي بيحصل يعني أقول بلاد المحافظة ترجمة نانسي قنقر